دعونا نركز اليوم على الحرب الجوية لنتجه إلى شمال أوكرانيا وهذه الجبهة المشتعلة تحديدا في إربين قرب كييف هناك قالت السلطات الأوكرانية إنها تمكنت من إسقاط طائرة سوخوي 30 في تلك المنطقة المضادات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي بحاجة إلى بطاريات تتكون من رادارات وقاذفات صواريخ وأجهزة تحكم المكون الأهم للدفاعات الجوية الأوكرانية هو صواريخ S-300 هذه موسيات الصنع لذلك لا يمكن بسهولة دمج معدات باتريوت الأمريكية مع الرادارات الموجودة لدى أوكرانيا ولا نسمع عن نية لتزويد أوكرانيا بها لكننا دوما ما نسمع عن صواريخ ستينجر دعوني أشارك هذا الفيديو معكم الذي انتشر خلال الأسبوع الماضي على منصات التواصل لما قيل أنه محاولة استهداف طائرة سوخوي بمضادات طيران محمولة على الكتف في منطقة خيرسون هذا يقودنا للحديث عن صواريخ ستينجر المحمولة على الكتف لا تملك نفس فعالية منظومة المضادات الجوية المتكاملة والبطاريات مثل S-300 أو باتريوت هي تستهدف الطائرات على ارتفاع أقل من أحد عشر ألف قدم أو نحو أربعة كيلومترات أي الطيران منخفض كما شاهدنا في الفيديو ستينجر ليس بحاجة إلى التكامل مع المنظومة الرادارية للمضادات الجوية ويمكن حمله على الكتف والعمل منفردا عند الإطلاق من المنظومة يتتبع الصاروخ الهدف بالأشعة تحت الحمراء ويستخدم كذلك الأشعة فوق البنفسجية للتقليل من أثر تشويش البالونات الحرارية يظل يتتبع الهدف بعد الإطلاق دون حاجة تنجيه من الجندي وإصابة الهدف في مجال ثمانية كيلومترات لذلك تسمعون كثيرا عن الدعم المقدم لأوكرانيا بصواريخ ستينجر ولكن ليس بأنظمة مضادات جوية مختلفة اشتركوا في القناة